السيدة سلومي سبو التي تقيم في محافظة صعدة انبا هي كأي أم خرج ابنها أو بالأحرى أجبر للقتال من أجل الدفاع عن وطنه من جرائم الإبادة الجماعية وهو استشهد في إحدى المعارك وتقول أن لولا التضحية التي قدمها لما حل السلام الآن كما يعلم أن الأعداء قاموا بالغزو على شعبة جراي وقتل الأمهات والأطفال ولذا خرج أبناؤنا للقتال ولولا التضحية والفداء الذي قدموه لم حل السلام علينا غير ذلك لم ظل الأمهات والأطفال على قيد الحياة ولذا ابن بطل وشهيد وكما أفادت السيدة سلومي أيضا أن العوض الحقيقي للتضحية التي قدمها ابنها الشهيد وغيرهم من الأبطال هو بالحرص على أن لا تعاد بتاتا جرائم التطهير العرقي كالتي أرتكبت وأيضا إن وجدت تقرأي العدالة وتم إعادة نهضتها من جديد استجهدوا من أجل السلام وإيجاد العدالة وتطبيق الديمقراطية ولذا يجب أن يستمروا هذا السلام ولا يوجد أي شيء يعيقه يجب أن يتم إعادة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية مرة أخرى ولذا فإن العوض للتضحية التي قدمت تكمن في إعادة نهضة تقرأي من جديد وإن تم إيجاد العدالة وكما أفدنا الأمهات اللواتي استشهد أبناءهن في ساحة المعركة من أجل الدفاع عن وطنهم بأن تضحية أبنائهم هي فخر لا يقدر بثمن ولذا عوض تلك التضحية هي في إعادة نهضة تقرأي من جديد